شارع الشباب البحريني ويمر على كفة المؤسسات التعليمية وبهذه المناسبة أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلفان توجيهات جلالة الملك المفدى بتسمية أحد شوارع المملكة باسم شارع الشباب البحريني يؤكد تقدير جلالته لإسهامات الشباب في خدمة وطنهم والاعتزاز بجهودهم المثمرة من أجل بناء مستقبل زاهر لمملكة البحرين على كفة الأصعدة ومن جانبه أكد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة سيد أيمن بن توفيق المؤيد أن توجيهات جلالة الملك المفدى بإطلاق شارع الشباب البحريني تؤكد المساحة الكبيرة التي يحتلها الشباب البحريني في فكر جلالته وبحرصه على تخليد دور الشباب وتعظيم عطائهم في خدمة المملكة ترجمة نانسي قنقر